أكد السفير أسامة عبدالخالق منذوب مصر لدى الأمم المتحدة أن وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها لدعم الملايين من الفلسطينيين وخلال مؤتمر إعلان التبرعات لوكالة الأونروا لعام 2024 بالأمم المتحدة شدد السفير أسامة عبدالخالق على أن مصر لم تقبل أي سيناريوهات لتفكيك الأونروا وتناشد المجتمع الدولي بحماية الوكالة الأممية وكالة لا غنى عنها لدعم اللاجئين الفلسطينيين لتخفيف من حدة الأزمة الراهنة في غزة ولقد أثبتت الوكالة في هذا الظرف الحارج مدى كفاءتها وحيوية دورها بعد أن ضحى موظفوها بأرواحهم تلبية للواجب تشدد مصر على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استبدال الأونروا ونقل مهامها لأي وكالة أو جهاز أممي آخر لم تقبل مصر أي سيناريوهات تستهدف تفكيك الوكالة تحت أي ضرائع باطلة تسوقها إسرائيل أو غير إسرائيل تناشدكم مصر حماية الأونروا الحفاظ عليها في مناطق العمليات الخمس شعب الفلسطيني لم ولا يرغب في حالة اللجوء لكل تلك العقود ففرض عليهم وضع اللجوء بسبب الحرمان من أبسط الحقوق المتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإنهاء هذا الوضع برمته يجب أن يكون هناك التزام بتنفيذ مقرارات شرعية دولية إجاد حل الأزمة الفلسطينية بهدف إنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود رابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية